رابط الاندية المصرية ردت على البيان دوت بالتالي تعال نشوف ده الاتحاد الاول ده الاتحاد اه ده الاتحاد يبدي الاتحاد المصري لقوات القدم انزعاجه الشديد من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي لللاعبين المحترفين ويؤكد ان البيان يحتوي على الكثير من المعلومات غير الصحيحة والتي ان ثبت وقعها فهي حالات فردية لا تنسحب على جميع الاندية في مصر ويود الاتحاد المصري لقوات القدم ان يوضح عدد من النقاط المهمة بعد التنصيق مع رابط الاندية المصرية المحترفة في نقاطه التالية انه طبقا للنظام تي ام اس فان عدد الاندية المصرية التي تمتلك حسابا هي 113 نادي وللتمثل اقسام الاول والثاني بالكامل بالاضافة الى اقسر من نصف اندية القسم الثالث ولذلك لا يوجد حاجة للتحاول على عملية استخدام البطاقات الدولية ثانيا ان الاتحاد المصري لدي حوالي 268 لاعبا اجنبين في مختلف الدراجات لم يصل اينا سوى شكوتين بحجب جوازات السفر على مدار الاربعة اعوام الماضية وكانت بحجة انهاء اجراءات الاقامة الاقامة اللاعبين وتم اعاد جوازات السفر فورا بعد تدخل الاتحاد ثالثا لدى الاتحاد المصري عقودا موحدة تم اعتمادها من الفيفا ومن نهيئاتكم ونعمل بها منذ عام 2020 رابعا كون بعض اللاعبين يوقعون عقودا دون تحديد القيمة او المدة او العملة فهي تقع على عاطق اللاعب ووكيله الذي يجب ان يبحث ويوجه الى مصلحة اللاعب ويشهد الاتحاد المصري لقد قدم في هذا الصدق على انه لا يعتمد سوى لعقود المكتملة البيانات كما يقوم بتوعية اللاعبين لعدم الوقوع في مثل تلك الاخطاء خامسا ان الاتحاد المصري لديه جميع اجراءات التقادي اللي تمنح كل طرف حقه تبقى للقاحة الاتحاد والمعتمدة من الفيفا في 2022 سادسا فان الاتحاد المصري يرفض بشدة واحتاج بقوة على البيان الصادم من هيئاتكم بتاريخ اليوم خاصة ان جمعية اللاعبين المصريين وهي المتواجدة والمتابعة للأحداث في مصر لم توجه الاتحاد اي ملاحظة فيما جاء في بيانكم لاتحاد القورة